اشتركوا في القناة محمد بن زايد عندما أتطرق إليه يذكرني بالشقي الذي لبح الناقة النبي صالح عليه السلام الذي تجاوز كل شيء فقام بقتل ناقة المباركة التي سخرها الله سبحانه وتعالى لبعني إسرائيل وهذا الشقي أيضا محمد بن زايد يقوم باتهاك كل ما يمكن أن يمثل الحقوق العربية والتلسطينية والإسلامية دون أن يراعي أي شيء بعدما طبع مع الصهاينة وامتلك ها إلى حد ما قلب ترامب الآن سيستقبل كوشنر ليضهي على هذه اتفاقية أنها اتفاقية مباركة اتفاقية عظيمة ستحقق الرطاهية والأمن للمنطقة وتشجع باقي الدول للانضمام إليها كما أنها عبارة عن تكريم كوشنر بأنه استطاع أن يختلق الصمت العربي عبر التطبيع مع إسرائيل وأيضا تكريم لمحمد بن زايد على خيانته وهي عملية جائزة نوبل للسلام إذن هي كلها عبارة عن مسرحية تحاول تسوقها محمد بن زايد وزبانيته أن هذه اتفاقية هي لصالح الشعوب العربية وهي لصالح الشعب الفلسطيني ستعمل علىها تمتين علاقات مع الإسرائيليين الدموقراطين كما يسميهم سيقول يعمل نوع من البرج الجزر مع أبناء عمومتنا كما يتعي ذلك الإعلام الإمارات بالأسف تحولت الإمارات الآن إلى مسرحية كبيرة فيها تهريج وفيها خداع وفيها تسويق هذا التطبيع الذي لا يمثل أبدا شعب الإمارات محمد بن زايد الآن في ورطة يحاول أن يعطي نوع من الجرعات لهذه التفاقية التي كل أو معظم الدول العربية والشعوب العربية عارضتها من أول السلطة الفلسطينية وأيضا في حماس وغيرهم كلهم قاموا ضد هذه التفاقية لأنها اتفاقية افتجالية اتفاقية لم يستفيد منها إلا فقط محمد بن زايد أيضا وفي حدود مصلحة خاصة لكي يصل على فرصة الإمارات لكن لن يستفيد منها شعب الإمارات لن يستفيد منها الأمة العربية لن تستفيد منها الأمة الإسلامية وبالعكس ورطت الأمة الإسلامية في قضية مهمة حتى كانت دول عربية قبلها الاتفاقي كانت تسعى إلىها ضم الأراضي 67 حتى 67 تخلى منها وأصبح يطالب بوقت ضم الضفة الغربية إذن هذه اتفاقية فاشدة يحاولون يسوقونها ويحاول كوشنر يقنع الآخرين أنها هي عبارة عن اتفاقية ناجحة وهي فعلا مفيدة لكل العرب طيب خليني بس أسألك سؤال أنا لدي معلومة جاتني أنه المعلومة بتقول السيسي تحدث مع بن زايد طالبه بضرورة تحييد الكويت في تلك المرحلة بعيدا عن التوجه القطري ولو بشكل مؤقت لحين الانتهاء من المرحلة اللي هم فيها دلوقتي وأنه طالبه بضرورة تدخل السعودي للضغط على الكويت بكافة الوسائل عشان الكويت تنفصل ما تخدش نفس خندق قطر فيما يتعلق بالتطبيع إلى أي مدى ممكن تكون المعلومة دي قوية أو حقيقية هذه نشيل التصريحات للقيادة الكويتية اعتقاد نحن سنكون أول آخر ناس يطبع مع الإسرائيليين مع ذلك أننا نطبع أبدا مع إسرائيليين ومع الصهادين إلا إذا اضطررنا لذلك لذلك الكويت عندهم خط الآن يعني قد يكون الحكومة لها مواقف إيجابي من ضمن السلطة الفلسطينية وإيضا ضغط الشعبي داخل الكويت الذي يحاول يراقب الأجواء الحادثة في الحاصلة في السياسة الكويتية وهو يريد سيهجم حينما يشعر أن القيادة الكويتية تريد أن يطبع مع إسرائيليين لكن القيادة الكويتية الآن واضح خطها أنها كما صرحوا السياسيين في الكويت أنهم سيكونوا آخر من يطبع مع الصهادين يعني إذا اضطروا قد يلتقون بطبيعة الحال لأن كل الدول العربية يطبعون بالتالي نحن لن نكون خارج السرب طيب الحقيقة السؤالي بقى عفيقتي في الأتار ده لماذا تم استثناء الكويت وقطر من الزيارة التي تحدثوا عنها بتاعت كوشنر أو بومبيو طبعا محمد بن زايد الآن وزمرة محمد بن سلمان والجماعة يريد أن يظهرون نفسهم أنهم هم الذين يقودون منطقة وهم الذين يسويقون الاتفاقيات وهم الذين سيجبرون الدول العربية بسمان بالترغيب أو الترهيب على التطبيع مع إسرائيلين ويريدون أن يحيدون إسرائيل لقطر لأن هناك علاقات فيها علاقات مرتبكة في المنطقة لا يريدون أن يظهرون للقطرين أو يظهروا للقطرين دور في هذه الاتفاقية وقطر طبعا لها علاقة قديمة في الموضوع لكن جمدت العلاقة لفترة السنوات الماضية لذلك ليس بمصلحة محمد بن زعيد أن يظهر للقطرين دور وليس بمصلحة أن يستقبلون كوشنر لأن في نهاية الأمر يريد أن يكون هو بصلا عندنا مسألة سيد جاسم يقولي اللي ما تدرش عليه الشاكوش تدرع المطرقة فهو يبدو أنه هل يبدو فيما يبدو يعني أنه السعودية تتسلط هي على الكويت وتضغط عليها بينما كوشنر أو بومبيو يروحوا في حيثة تانية يعني هل هو توزيع أدوار لمن يضغط على من سياسة في نهاية الأمر سياسة في الخليج تعود لأمريكا كل دول عربية كل دول الخليج تعود لأمريكا لكن تبقى أن هناك ولااءات قوية يقدمها مسؤولين في الإمارات وخاصة بوضبي ومحمد بن سلام لذلك من الطبيع أن يكون لهم البروز في هذه المرحلة سؤال الأخير من الآن فساعد سيكون الإمارات ميزات تكنولوجية إسرائيلية في مجال التجسس إلى أي درجة ممكن ده يفاقم مشاكل الخليج وإلى أي درجة ممكن يمكن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان من السيطرة على الوضع في الخليج شوف أخير الإسرائيليين والصهايين واليهود في العامة دخلوا منطقة إلا أفسدوها أفسدوا بلادهم وأفسدوا تاريخيا معروفين من أيام مدينة منورة أيام رسول الله وسلم الفساد كان موجود علاقات مع الصهايين موجودة من 2007 وكيليكس كشفت العلاقات السرية محمد بن زايد الذي يعتقد أن الإسرائيل ليسوا أحداء للإمارات ثم على ذلك كان هناك علاقات في برياضة وعلاقات في التربية وعلاقات في الثقافة وهناك أيضا علاقات تجسس قديمة من ثلاثة أربع سنوات تجسسوا على موبايلات المعارضين تجسسوا على شعب الإمارات في الشوارع في الماقر العامة فهذه العلاقات موجودة لكن الآن يحاولون أن يقولون للشارع أن يجمعنا علاقتنا مع إسرائيل ليس فقط تطبيع ولكن سنستفيد من تقنية إسرائيل نستفيد من الأمور الأخرى في العسكرية نستفيد من الأمور البحثي حتى في موضوع الوباء كورونا يريدون أن يغنعوا شعب الإمارات والشعوب الأخرى أننا يا جماعة نستفيدين من هذه العلاقات لكن في الحقيقة هي عبارة عن تطبيع هي عبارة عن خيانة هي خزي محاولة لترتيع المنطقة لكي يكون الإسرائيل هم المسيطين في هذه المنطقة والتالي حبما من زيس يصل إلى هدفة أن يكون رئيس الإمارات يريد أن يكون يصل إن شاء الله ما يوصل لكن يريد أن يكون رئيس الإمارات ويريد أن يكون له دور محوري في منطقة الجزيرة العربية خلال الفترة القادمة هؤلاء الناس يحاول أن يقول أن هناك سنستفيد من العملية من اتفاقهم مع إسرائيل لكن إسرائيل لن تفيد إلا ببطالة وكنا أيضا وكنا سابقا ندفع على مبالغ مقابل هذه الاتفاقيات لذلك ليس جديد إلا قيانة هؤلاء للأمة العربية بشكرك جدا السيد جاسم الشماس السياسي الإماراتي بشكر حضرتك جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر